اشتركوا في القناة من يحميني من ينصرني من يمنعني حتى يمنعني من المنعة النصرة الحماية حتى أبني غرسالة ربي لما قبله المهاجرون لما قبله الأنصار والأوس والخزرج كيف كانت الحماية والنصرة كيف قتلوا أمامه 11 واحد يوم أحد ما أنصفنا أصحابنا يعني الموقف من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام كان شيئا عجبا لكن موسى عليه السلام يأتي مع بني إسرائيل إلى الأرض الموعودة يقول كتب الله لكم يعني كتب الله يعني خلاص هذه محسومة أنا الآن من الوحي أقول لكم إن هذه البلد مكتوبة لكم عند الله يا قومي دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الآن يعني ما يقول لهم تعالوا نحارب لعل الله ينصرنا لا خلاص كتب الله لكم ما في فائدة يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها يا سلام يعني متى تتوقع إذا واحد يجي على بلد ويا الله والله إذا أهل البلد تركوها نحن ندخلها يعني منتهى السخافة ما أهل البلد تركوهم بلدهم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ومو فقط هذا الاستعصاء فاذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعد هنا حركة ما فيه أنت وربك لذلك يعني موسى عليه السلام عانى الأمرين من بني إسرائيل عانى الأمرين يعني قال في النهاية ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يعني بعد كل هذا المشوار وبعد كل هذا يعني قادهم لما كانوا مع فرعون تحت ظلم فرعون واتخذوا بيوتكم قبلة ويتردد عليهم ويطمئنهم يعبدوا الله معهم ويعلمهم والوحي وآمن لموسى ذرية من قومه على خوفهم من فرعون وملايين يفتنهم وبموسى يتعاهدهم ويقول لهم موعود الله عز وجل واصبروا إن الأرض لله يرث ومن يشاء من عباده واصبروا وصابروا ومعهم كلام وما في فائد يعني وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا إيش حدث ما في يعني أنت أجل إيش الفرق ما في طيب ولما في النهاية قادهم لعبور عبور البحر يعني يقول خرص قالوا إنا لمدركون ما في فائدة ولما عبروا ونجاهم الله وأهلك الله فرعون تحت أنظارهم وأنتم تنظرون أهلك الله فرعون عدوهم وجنوده الذين ساموهم سوء العذاب كل السنوات وعبروا ونجوا خراء يعني الواحد الآن قلبه ممتلئ لا بد أن يكون من محبة الله والنعمة والشكر والفرج وبعد الشدة والمعاناة وزوال البلاء مروا على قوم يعكفون على أصنام منهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني كلها التعليم وعالتوحيد والبيان والآيات وفلق البحر كل هذا الأخي كذا بساء اجعل لنا إلها كما لهم آله وبعد المشوار الطويل وقضية دخول أرض المقدسة والرفض بني إسرائيل خلاص يعني قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ما أحد الآن ما أحد يطيعني الآن إلا أخي خلاص فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ولذلك الله جعلهم يتيهون في الأرض في الصحراء ومات موسى وبنوا إسرائيل في التين لذلك يعني موسى عليه السلام أوذي كثيرا جدا جدا تحمل تحمل من الأمة هذه المغضوب عليها هذا موقف بني إسرائيل من قضية دخول الأرض المقدسة ورفض القتال ورفض الجهاد وبالرغم وقال رجلان من الذين خافون أنا أعمل الله وعليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم انتوا اقتعموا بس خلاص وستأتي المعونة من الله وإنكم غالبون وكتوب الأرض المقدسة ما في ما في جون أما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال له المقداد من الأسود يوم بدر لما حضر المشركون أمامهم ثلاثة أضعاف يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك حتى يفتح الله عليك راوى البخاري وفي رواية فانضي لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت واخذ من أموالنا ما شئت سعد العبادة يقول قائما والذي نفس بيده لو أمرتنا أن نخيضها يعني البحر الخيل هذه الخيل أن نخيضها البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد هذا قيل موضع باليمن خطير وقيل بأقاصي هجر لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا مسافة طويلة إلى موضع خطير رواه مسلم ولذلك لما ندبهم بعد معركة أحد للإحاق بالكفار على رغم الجراحات والقتل استجابوا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله واستسلموا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخشوا كثرة عدد الأعداء ولا عدة العدو ولا الجراحة التي عندهم والمشقة التي أصابتهم والقرح الذي حل بهم قد كان موقفهم في الحق مكرمة لا أستطيع له وصفا وتشبيه ترجمة نانسي قنقر